تحية سيمبا في فريق كويس الأهلي لعبه في دوري السوبر أفريخي لعبه في دوري أبطال قبل كده وبالتالي في كل المباراة بيلعبها نادي الأهلي هناك أو هنا الأمور بتبقى مستهلة يعني في ظل ممكن بنقول إن النادي الأهلي في آخر مبارياته آه هو أخد كاس مصر أمام الزمالك لكن الأداء مش حقا عالي نفس الوقت قبلها كان في هزيمة من البنك الأهلي شايف الأمور نفسها كابتن للنادي الأهلي أمام فريق صعب وفريق هيبقى على أرضه شكله مختلف خلي بالك أنت لعبت سيمبا في كاس السوبر يا فروق ما لاكسبتهاش في دور السوبر أنت ماكسبتهاش هنا ولا هناك وتعادلوا وعرفوا يجيبوا فيك جون واتنين من أخطاء موجودة لا والرئيس بتاعهم بيدفع فلوس معنا بقول لك الحاجة التانية لا أهم عندهم دوافع كبيرة لا كمان لسه كنت أقول لك أن الرئيس النادي نزل بالمكافئة ودهم الفلوس يعني ناس بتلعب يعني زي ما بيقول عندهم تحفيز قوي عندهم حفيز قوي وبتلعب النادي الآلي لكن خلينا أقول لك أن النادي الآلي المتمرس في بطولة أفريكا في الأدوار دي بيعرف يكسب بيعرف يقد بشكل جيد لكن لازم تعمل نتيجة هناك بأي شكل أنه أنت ما يجيش في الجون لكن أنت بتلعب دايما على المكسب وأنا دايما بقول في النادي الآلي يا فروق عنده فرقتين ما أنت كلها ما عندوش حجة ما تقول لش بعض اللعيبة بتلعب في أماكنها أنت مش مضطر لكده أنت عندك لعيبة تقدر تقوم بالدور دا مش محتاج أن أنت تقلّف زي ما بتقلّف في الدورة المصري أنت بتقلّف في الدورة المصري فبدليل بتاخد على دماغك وأنت طلعت قلت إيه إن أنا غلطان إن أنا بلعب لعيبة مش في أماكنها طبعا أنت النهار دا بتظلم لعيبة بتلعب عمر كمال عبد الواحد إن أنت أصلا شريع إن أنت تلعبه بقرية أو في الحتة اليمين بتلعبه سردباك ما أنت عندك محمود متولي ما ترجعه يلعب وبيقدّها بشكل جيد وإنت كنت بتعتمد عليها فاروق قبل كده إنه يلعب بشكل كويس وهو ما أنتش ما اضطر إن أنت تلعب أكرم توفيق ديفندر وإنت عندك السلية بيعملها كويس عندك مروان عطية عندك إمام عشور ما أنتش ما يحتاج لحيطة داعس لعب أكرم توفيق لعبه في النهار حليمين إيه رأيك في كل رغاية دا تكبت لأ مدارب كويس خلينا تقيم عرف 8 بطولات مع الآن مدخل خزينة الناد إلى 12 مليون دولار لأ دا مدارب كويس ومدارب عالي آه ممكن يكون ليها فوات ليه أخطاء لو في مدارب تاني غير كولر ما كانش هيدخل نفس المبلغ؟ مع اللعبة دي لا أي مدير بصفره أي مدير فن هيمسك الناد الأهلي لكن اللي يكون عنده فكر يوصل للعيبة لكن إنت بتكلم على كولر في المرحلة دي إنت بتكلم على كولر الوحيد اللي كسب الزمالك في كل الماتشاط اللي اللعبها تمام وده ماتش ديربي قوي إن انت الزمالك يضيب أصدق مفيش مدرب ميسك الاهلي عمل كلا خلص مين اللي كان بيعمل؟ الجزيه كان بيتغلب من الزمالك لو تفتكر كان بيتغلب جزيه ما كانش بيتغلب أنت أصدق دا المدارب الوحيد اللي عمل المكسب ما أنا بولك دا الوحيد اللي كسب الزمالك من ساعة ما ميسك وبعدين بتكسب سكورد انت بتكسب 3 أو 4 كسبته في نهاء كاس مصر وبعبته في الدورة راح جاي لكن انت ويحقق بطولات ما حقق نتائج كبيرة جدا واخد البرونزية بتاع كاس العالم لا يعني لو مدرب غيره ما حققش البطولات دي كابتا مش على مدرب غيره يا فروغ أي حد هيمسك نادي الأهلي حقق لكن انت بتكلم على الفترة بتاع الكرة لا مدرب جيد ومدرب عش على عشرة ومحقق نتائج من نادي العشرة في المطش الجاي رجوع ووسام أبو علي وهو لسه رجع من قصابة يلعب ولا ما يلعبش لا لازم يلعب بعد اللي انت شفته مستوى مودتس وكهرباء لا ويسام أبو علي يعني اهو وحيش كان فماتش الزمالك وحش طب ما الفرقة كلك لا مش الفرقة ماشي باسي الفرقة باسي يعني لأداء ناسه كلنا كلمة عليها كل الفرقة معاه الفرقة بص يعني انت لما تجيبته واحد زي مرونيو بيحلل المباراة يا رجل قالك مفيش ولا لعيب لفت نظري وانت بعد اللي انت شفته بعد الاحتفالية والاستاد والجماهير والمكافئات اللي هي في المباراة وتيجي تلعب بالأداء ده في المنتج بتاعك فاشل ان انت ماشي عايف تحلل ماشي بس لكن لما الراجل عدل يا فروق مهال الراجل لما عدل فاخد قام ازاي كسبت لما نزل قفشة يبتدى يمسك الكورة اللي ابتدى امام عشور يتحرك حتى النهاردة في التغيير انت كنت بتقول اي امام عشور هيطلع هو احنا كنا بلول لكن فجينا ان نطلع السلية انت بدأت باللي انت نهيت بيه كان قفشة لازم بيبقى موجود لان جميعين لعبت الزمالك بتعمل له حساب لان انت فمزك ابتدى مرانا عطيها خلاص وقف بقفل الحتة دي فابتدى حرية بقف حرية عند امام عشور وقفشة انهم يزيدوا في الامام وده اللي حصل وجابه جنيه لكن انا بكره يعني اسام يلعب وهو لسه رجع من اسام لا انت على الكهرباء اللي هو يلعب علي بص يلعب علي حد لان انت محتاج في الحتة يلعب في الحتة دي لازم تدغدغ الديفنس بتاع فرقة تيسيم بها فروق لكن ما